اشتركوا في القناة سوف نردد الحديث الشريفة ترديداً سليماً صحيحاً كذلك أبنائي سوف نبين فضل الوالدين على الأبناء وواجبهم نحوهم عزيزي الطالب ماذا ترى في الصورة التي أمامك الآن؟ أحسنتم بارك الله فيكم كما هو واضح أبنائي هو طفل يقبل يد والده هل تقبلون يد والدكم أبنائي؟ بارك الله فيكم تعالوا بنا أبنائي لنستمع سوياً إلى هذه القصة لنتعرف الحوار بين جاسم ومعلمتي انتبهوا جيداً سوف أطرح عليكم مجموعة من الأسئلة بعد الاستماع إلى هذه القصة لماذا تبدو حزيناً يا جاسم؟ نعم يا معلمتي أنا حزين لأني أغضبت أمي وكيف حدث ذلك؟ طلبت مني أمي أن أرتب غرفتي قبل أن أخرج إلى المدرسة فخرجت ولم أطع أمي هل تعلم يا جاسم أن الله تعالى أمرنا بطاعة الوالدين والإحسان إليهما؟ قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما عندما أعود إلى البيت سأعتذر لأمي وأقبل رأسها وأوطيعها دائماً والآن أبنائي دعونا نطرح بعض الأسئلة عليكم وأعلم أنكم ستجيبون عنها بشكل جيد السؤال الآن يقول لماذا غضبت الأم من ابنها جاسم؟ استمعتم إلى القصة جيداً أحسنتم بالطبع أبنائي لقد غضبت الأم من ابنها جاسم لأنه خرج إلى المدرسة ولم يرتب غرفته كما طلبت منه السؤال الذي يليه أبنائي ماذا قرر جاسم أن يفعل عندما يعود إلى البيت؟ أحسنتم بارك الله فيكم أبنائي لقد قرر جاسم أن يرتب غرفته وأن يطيع والدته ما رأيكم أبنائي في سلوك جاسم عندما لم يطع أمه في بداية الأمر؟ هل تتفقون معه؟ بالطبع لا لا نوافق على هذا السلوك إنه سلوك غير مقبول حيث لا بد من طاعة الوالدين الأم والأبي في أمور الحياة ومساعدتهما فهما أبنائي سر وجودنا في هذه الحياة هل تتوقعون أبنائي أن تقبل أم جاسم اعتذار ابنها؟ بالطبع أبنائي بالطبع بارك الله فيكم سوف تقبلوا اعتذاره وهذا شأن الأمهات والآباء دائما دائما يسامحوننا على تقصيرنا لذلك فأنا أحثكم أبنائي إن أخطأتم في حق الوالدين أن تسارعوا بالاعتذار لهما وطاعتهما فهما يريدان لك الأفضل دائما أبنائي الأعزاء افتحوا الآن كتبكم صفحة 24 وتابعوا قراءتي للحديث الشريف نريد أن نقرأ الحديث قراءة صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبنائي الأعزاء سوف أقرأ الحديث مرة ثانية وعليكم أن ترددوا من بعد حتى تحفظوا الحديث أبنائي إنه حديث جميل طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك برك الله فيكم أبنائي أبنائي إذا أردتم أن تحفظوا الحديث حفظا جيدا وتؤكدوه في عقولكم وقلوبكم ما عليكم إلا أن تعيدوا تشغيل الفيديو من جديد مرة أخرى أبنائي الأعزاء انتهينا بذلك من قراءة الحديث الشريف وردناه ترديدا سليما الآن سنقوم أبنائي باستنتاج المعنى العام للحديث الشريف من خلال تفسير بعض المفردات بداية أحب أن أطرح عليكم هذا السؤال من هو أبو هريرة راوي هذا الحديث الشريف هل سمعتم أبنائي عن أبي هريرة نعم بارك الله فيكم أبو هريرة هو واحد من أصحاب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وقد روى لنا أحاديث كثيرة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومنها هذا الحديث الشريف الذي ندرسه اليوم وقد سمي أبو هريرة بهذا اللقب لأنه كان يحمل هرة أي قطة صغيرة في كمه والآن أبنائي لنستكمل دراستنا للحديث الشريف ورد في الحديث الشريف من أحق الناس بحسن صحابتي من مقصود بحسن صحابتي أحسنتم أبنائي بارك الله فيكم أيها الأبطال المقصود بحسن صحابتي أي بحسن معاملتي ورعايتي إلى ما يدعون الحديث الشريف يدعون الحديث النبوي الشريف إلى ما يلي يوضح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أحق الناس بالصحبة الطيبة هي الأم لما لها من فضل كبير على أولادها ثم حق الأبي في الصحبة الحسنة والطاعة والاحترام كم مرة كرر النبي صلى الله عليه وسلم حق الأم في الصحبة في الحديث الشريف ولماذا كما هو واضح أبنائي لقد تكرر ذكر حق الأم في الصحبة الطيبة في هذا الحديث الشريف ثلاث مرات بينما ذكر الأب مرة واحدة لما للأم من فضل كبير على أولادها أبنائي ما دور الأم تجاه أولادها؟ لمعرفة هذا سوف نستضيف الجدة مرحبا بك أيها الجدة الكريمة حياك الله سؤالنا لك ما دور الأم في الأسرة وخاصة تجاه الأبناء تفضلي الأم يا أبنائي هي التي حملت وأرضعت وساهرة الليالي من أجل راحتكم وهي التي تهتم بنظافتكم وطعامكم وتعليمكم كل ما ينفعكم من أمور الحياة بارك الله فيكم يا أحبائي ومتعكم بالصحة والعافية وبارك الله فيك يا جدتنا أبنائي الأعزاء الآن تعرفنا ما هو دور الأم في الأسرة واتجاه الأبناء بوجه خاص سؤال لكم ماذا تعلمنا من الحديث النبوي الشريف موضوع درس اليوم فكروا أبنائي تذكروا ماذا تعلمنا اليوم أحسنتم بارك الله فيكم الأم لها مكانة عظيمة في الإسلام ماذا أيضا أبنائي أحسنتم بارك الله فيكم أبنائي الأم والأب لهم فضل وحق كبير على أولادهم كذلك أبنائي المؤمن يطيع والديه ويحترمهما الآية التي أمامنا يا أبنائي أو هذا الجزء من الآية الكريمة حاولوا أن تقرأوا قراءة صحيحة أحسنتم أبنائي وبالوالدين إحسانا لقد أمرنا الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين معا فما علينا إلا أن نحسن معاملتهما وأن نطيعهما وأن نكن لهم الحب والاحترام في كل حين وأن ندعو لهما في صلاتنا أن يرحمهما كما ربيانا صغارا أبنائي العزاء أذكركم بضرورة حفظ الحديث الشريف حفظا جيدا كذلك أيضا أريد منكم أبنائي أن تجيبوا عن تدريبات الكتاب المدرسي دمتم أبنائي في رعاية الله وأمنه نترككم على خير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا بكم شكرا ترجمة نانسي قنقر